شخص الأرمال التي تعطي ثلاث أولاد شقق من غير الآخرين دون استشارتهم بدعوا أنهم لا يملكون مسجد والآخرين مستأجرين ولا يستطعون الاعتراض خوفا من العقوب طبعا سيدتي هذه النظارة لبستهاني وأنا لبستها الحمد لله هذه روايتك للمشهد في كل قصة لها جانبان الجانب الثاني السيدة هذه لماذا فعلت ما تأويلها ما تسويغها ما تبريرها لذلك نسمح الجانب الثاني لكن في الجملة نقول لها يا أمت الله يقول الله وعدنا وبين أولاد لأن تمنيت شقة ما واش علبة شوكولاتة مش علبة بنبونة دا تمنيت شقة دحاية كبيرة دي تحوشت عمره بالنسبة لشخص ينفق من عمره سنوات إلى أن يجمع تمني شقة فديعطية ثمينة كبيرة ينبغ فيها التسوية بين بقية أولادك لكن أنا أرى أن تعرضوا هذه المسألة على المفت المحلي القريب منكم المخالف لكم عن كثب ربما سمع من هذه السيدة الجليلة ما تشرح به موقفها وما تسويغ به قرارا لكن من حيث المبدأ أقول ما قاله سيدي وسيدها وسيدكم وسيد الناس جميعا اتقوا الله واعدلوا بين أولادهم لما تحبين أن يكونوا لك في البر سواء فأرجو أن تقسم بينهم على سواء بارة الله فيه وتقبل الله منه ومنه صالح الأعمال يا رب العالمين